السلام عليكم طلاب الصف الرابع كيف حالكم أعزائي الطلبة سنأخذ اليوم في حصتنا حل تمارين درسنا مكتبة بيت الحكمة حل صفحة 75 و76 وحل الفهم الاستيعاب صفحة 77 هيا بنا نفتح الكتاب وسنراجع المعاني معا تحدثنا عنهم بالحصة السابقة وسنراجعهم معا طبعا عندي هون ألفظ كل مما يأتي لفظا صحيحا بدك تلفظها تتدرب عليهم رح أسمعكم بأنا بحصة الزوم اقرأ العبارات أيضا هون بدنا نقرأهم وننتبه لللفظ للمطالعة للترفيه لاحظين المطالعة إذا رجعناها شلنا اللام المطالعة لام قمرية فبقرأها للمطالعة أما الترفيه لام شمسية ما بحكي للترفيه للترفيه فهون بدنا ننتبه لهذا اللفظ ننتقل للسؤال المعاني ضع دائرة حلقات النقاش تعني تحدثنا عنها بالحصة السابقة حلقات النقاش مجالس الحوار والبحث أحسنتم غرف الترفيه الراحة والتسلي غرف الراحة والتسلي وقرون أو قرن مئة عام أسقاع الأرض وهي الأرجاء المعمورة وهي حل السؤال الأول ننتقل إلى السؤال الثاني طبعا مراجعة للمعاني أيضا هون حوى ضم المجلد الكتاب المداد الحبر الضفة أو الضفة الشاطئ يعبر يعبروا يمروا يعبروا يمروا أحسنتم هي حل هذا السؤال أيضا أمامكم أما السؤال الثالث فهون عندي ضد الكلمة بدي عكسها ضدها عكسها اهتم ما عكس اهتمه اهتمه اهمله خرب أصلح أقام أقام وعكسها أقام وعكسها طبعا أرسله أحضر وأقام عكسها سافرة أقام اللي هي عكسها سافرة اللي هي الأقامة يعني هو موجود بهذا المكان أما عكس الأقامة الموجود بهذا اللي هو السافرة فهي حل عندي هذا السؤال إذن أرسل أحضر أقام سافرة خرب أصلحة واهتم أهمله طبعا هي حل هذا التمرين أيضا أما بالسؤال الرابع فرق في المعنى بينما تحته خط فيما يأتي قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا نتعرف عن معنى العهد في الآية الكريمة والعهد في الجملة الثانية ازهرت مكتبة بيت الحكمة في عهد المأمون عندنا كلمتين وتشابهتين الكتابة الإملائية العهد وعهد المأمون طبعا العهد الأولى معناها غير في العهد الثانية طبعا العهد الأولى معناها العقد والوعد وأوفوا بالعهد إن العهد لي العقد والوعد الوعد أنت بتوعد إنسان بدك توفي بوعدك أو العهد بنحكي أوفي بعهدك أو وعدك أما بعهد المأمون اللي هي عصر من الزمان عصر أو زمن من الأزمن في عهد المأمون في زمن المأمون في عهد أو عصر المأمون فهو زمن أو عصر من الأزمن فهون الفرق بين هذه المعنيين وهيك بيكون عندي حل هذه الصفحة صفحة 76 أما الآن ننتقل للفهم والاستيعاب عليكم واجب في صفحة 77 بتحلوا بعد ما تتأكدوا من إجابته فيكم تنظر إلى هذه الإجابات حتى تتأكدوا من إجابة الأسئلة يبعتوا لي عن منصة موافقين يا رابع يعطيكم العافية وإلى اللقاء